للحكومة الجديدة للنظرة الجديدة للرؤية الجديدة عشرين ثلاثين أقول لمحمد بن سلمان وأقول لبعض مستشاريه الذين هم على اطلاع في الشأن الشيعي وعلى معرفة وهم يسمعون ما نقول بعيدا عن المعارك التي تجري بينكم وبين النظام الفاسد المجرم الإيراني ألا وهو النظام خامنئ وبعيدا عن أنكم وقع بينكم صلح أو وقع بينكم حرب ألا خامنئ يمثل الشيعة ولا الشيعة يعتبرون خامنئ إماما لهم هذا إمام انقلاب لا أكثر ولا أقل أنا أريد أن أقول ما تمر به السعودية الجزيرة المحمدية في الفترة الأخيرة من انفتاح كبير على أشياء لم يتخيل الإنسان أنها تحصل في السعودية من رقص وغناء وحفلات وإشياء كثيرة أنا ما أدخل بيها ما علي بيها ولكن أقول كل هذا لشيئين الأمر الأول هو حتى تكون السعودية بنظرة انفتاحية عند الغرب وغير الغرب فلا يقال عنها أنها بنظرة مسلمة سنية متشددة طيب هذا لكم النقطة الثانية هي الاستفادة الدولة تريد تستفاد تفتح مشاريع كثيرة بغض النظر هذه مشاريع حلال أو حرام هما ما عندهم هذه الموازين الدينية مو مشكلة فيفتحون ما يريدون من أي أشياء يعني تدخل استثمارات في هذه الدولة استثمارات في الأغاني في الرقص في الملاهي في الدق والرقص في العري في الملاهي في الخمر في كرة القدم في ألعاب في المساء في أي شيء في كل المجالات هو يرى هذا استثمار وطني يحصد سياحة في هذه الدولة والسياحة تدخل دخل عالي إلى هذه الحكومة طيب الموضوع سهل جدا موضوع جدا سهل تعاملوا مع مراقدي أهل البيت عليهم السلام تعاملوا مع مراقدي الشيعة على أنها مكانة للاستثمار أنت الآن عندك أئمة معصومين باعتقاد أكثر من خمسمائة مليون نفر وهؤلاء الخمسمائة مليون نفر بهم أغنياء يبنون قباب ذهب إلى هذه الدرجة أنت شنو رح تخسر إذا الآن تحت بناء قبور أئمة البقي عليهم السلام وبذلك سيكون لك دخل وسياحة أكثر من الحج خذها مني خذها مني اسمع زين محمد بن سلمان اسمع زين هذا الحج الغرفة اللي يفترون عليها الناس اللي هم معارفين شنو هي مجرد غرفة يضحكون على نفسهم الناس تضحك عليهم ما ندرشين الموضوع المهم الناس تفتر ويفترون وواحد يفتر وراء الثاني في ناس عندهم شيء بكربلة في مقام مقدس أشرح لك عنها ببساطة مو بطريقة عالية في مرقد في كربلاء هذا اللي يزورون بالسنة الوحدة إذا جمعت حجاج الغرفة اللي بمكة لمدة عشرين سنة يلا يوصلون عدد سنة واحدة من أربعينية هذا الرجل التي تتجاوز الواحد وأربعين مليون زائر في كربلاء في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام فأنت تخيل تخيل حجم السياحة حجم الأموال اللي راح أدر عليك فواحد ما ينكر هذه أموال هذه يعني واحد ما ينكر هذا واقع احنا الآن نعيش واقع احنا نعيش واقع أنا حينما أتكلم مع الحكومة السعودية أتكلم مع محمد بن سلمان بهاية اللهجة هو يعرف عني شنو أقصد لأن أنا ما جاء أتكلم من الناحية الدينية ويجوز ولا يجوز وحلال أو حرام أنا أتكلم من الناحية السياسية دينية أموال فلوس فلوس دولة تريد تعيش فلوس هاي فلوس استثمار استثمار أنت بما أن أنت الآن عملت انفتاح كبير بالسعودية طيب جيد كمل هذا انفتاحك كملك وصلون إلى مرحلة حرية الاختيار حرية الأديان حرية الزيارة والتعبد قال لي الآن هاي أخوانك بالإمارات اش حالاتهم اللي يعبد لبقرة اللي يعبد لصخلة اللي يعبد الله اللي يعبد لبوذة خلص تعدد الأديان تعدد الأديان أن تحترم الأديان الأخرى تعدد الأديان جيد قال لي الشيعي بنون مراقد أهل البيت عليهم السلام وبذلك راح تدر عندك أموال كثيرة أموال كثيرة تخيل أنت حجم الطيران اللي راح ينزل عندك هاي أموال حجم السياح أموال حجم الفنادق مليارات حجم الأكل والشرب مليارات حجم الشراء الناس تشتري من تروح دول الدول الأخرى تشتري فرح يشترون منعدكم ملابس يشترون هدايا أشياء كثيرة مليارات هذا كله بسبب شنو والله بسبب أربع ثلاث قبور تبنيها شوية هات قطلها مرقد جميل أصلا هم شيع يبنوها ترى معنى هم أنت مالك دخل هم يبنون مرقد أم البنين الأئمة عليهم السلام هم هم عندهم فلوس مالك شو هم يبنون هم يسوون قباب ذهب ويعملون كل شيء أصلا يسوون وبالتعاون طبعا بالتعاون مع الحكومة السعودية هم يسوون أنت ما رح تخسر شيء أنت أصلا رح يتخلك وارد وارد رح يتخلك بالمليارات عندك ملايين الشباب السعوديين اللي بيشارع يبيعون بالبقالات وخطيئة يبيعون أكل وملابس ودائما تيجي عليهم هذه لجنة الأمانة العامة وتأخذ أشيائهم معروف هذا الشيء هذول رح يجدون وظائف لأنها رح تصير مدينة عملاقة وهذه المدينة العلاقة رح تغطى على مكة رح تغطى على مكة وانت تخيل كل إمام عنده استشهاد وعنده ولادة وكل استشهاد وكل ولادة هذه معناها آلاف مؤلفة ملايين ملايين من الشيء يجونك وما ذول 24 ساعة الشيء يجعدهم حزن أفرح حزن أفرح يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا وانت كم موظف كم عامل رح تشتغل عندك هناك كم سيارة رح تعمل كم دائرة رح تفتح رح تصير مدينة مدينة كاملة مدينة دولة 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 داخل دولة أصلا يعني أقصد دولة إدارية عملية فيها يد عاملة قوية جدا ما تقدر تتوقف الآن أنت أرسل بعض رجالك إلى كربلاء أو إلى النجف أرسلهم يجسسون يشوفون شون الأخبار الناس ليل نهار تفتر ليل نهار تشتري ليل نهار تاكل ليل نهار ينزلون بالمطار ويزورون ليل نهار ليل نهار هذا الآن كربلاء ماكو شيء اسم كلوز ماكو شيء اسم يسكر يعزل والله ما نفتحين ماكو محلات كلها نفتح للصبح والمراقد مفتوحة ليش؟ لأن عندنا أعداد كبيرة من الزائرين بغض النظر هسا هو شرك ولا مو شرك كفر ولا مو أنت نظر لهم نظرة هندوس ما عليك بهم لأن احنا نتكلم الآن بدولة علمانية نتكلم بدولة شنو رؤية عشرين ثلاثين فيها حرية العبادة حرية التعبد بعد ماكو لا تشرك يا حاج لا تشرك يا حاج ماكو هذا الشيء فهذا نصيحة أنت تدفع رواتب بالملايين للمستشارين حتى يستشارون عليك هكذا قضي هذا أنا أقدم لك استشارة بلاش استشارة هذه مجانية هذه استشارة مجانية شوف حجم المليارات اللي رح يصير عندك والله من الشيعي يجون يزورون وما رح يسوون شي شيعة يعني لا تخاف بالأخير لا رح يسوون انقلاب ولا رح يسوون مشاكل ولا رح يسوون إيش لأنهم يجون عندك بالمدينة المنورة ويجون عندك بمكة فما ماكو أي مشكلة ويروحون إلى سوريا يعني لا تفكر يصير فد عملية ضدكم ماكو ماكو هذا الشيء الناس يجونك مسالمين مجرد يزورون بس هم عندهم عقائد أفكاري يزورون يبتشون شوية خلصوا انت مستفاد فلوس كل نفر يدخل إلى السعودية أقل يعني إذا مايريد يصرف مايريد مايريد يعني نقول هذا بحيث عمل بأقل التكاليف فرح يصرف لأقل شيء ألفين دولار هذا أقل شيء أنا أتكلم طيران وفندق وأن يبقى هناك عشرة أيام وممكن طبعا هذا المبلغ اللي أقوله مايكفي هو هذا المتوقع لكن مايخالف مو مشكلة تخيل ألفين دولار على ملايين ملايين ووفود ماكو توقف توقف ماكو توقف ماكو توقف يعني 24 ساعة المطار أصلا راح تحتاج تفتح مطار ثاني بتسميه مطار الشيعة بس مطار البقيع أصلا بتسوي لك مطار اسمه مطار البقيع تقول عمي ذولة مصيبة بتحنا لهم المراقد مصيبة بس شن سوي وراهم فلوس يدرون فلوس على الدولة خلي درون فلوس على الدولة مادام يجون يتعبدون خلي يتعبدون إلى نار جهنم إلى الجنة ما علينا بيهم نحن نعيش دولة علمانية منفتحة نفتح مراقص نفتح ملاهي نفتح غاني قبر ناس تريد الزورة خلي يزورونا ما عندنا مشكلة لأن احنا ما عندنا دولة دينية حاكمة إلا إذا كانت الدولة دينية حاكمة وبذلك أتباعك ومشايخك رح يحاسبونك وراح يقولون لك اللي سوي الآن حرام إذا قلت لا مو دولة دينية حاكمة دولة أشبه بالعلمانية طيب جيد افتحهاي المراقص خلي الناس الزور وبذلك ستدر عليك ملايين الأموال إلى الدولة